اشتركوا في القناة لدينا خلو مسار لغاية ساعة الصباح بعد أن القمر بده ينتقل ويصير في برج الأسد طبعا الآن القمر موجود في منزلة الجبهة وهي منزل إلى الصرح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة عشرة مساء من مساء اليوم الثلاثاء لينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزل إلى الربح والحرية والصلاح والإصلاح وبما أن القمر موجود لغاية ساعات الصباح في برج السرطان معناته من ظل لغاية ساعات الصباح منشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة في هاي الفترة بإمكاننا الاهتمام بأمور إلها علاقة بالعقارات ولكن لأنه فترة خلو مسار ما بنصح بعمليات الشراء أو عمليات الترميم أو عمليات البيع للعقارات ممكن عملية صيانة ترتيب نبتة شجيرة شغلات مثل هيك والانتباه أكثر لأطفالنا وقضى وقت ممتع بالبيت بعيد عن المشاحنات وفرض الرأي طبعا من مساء اليوم الاثنين شو في عنا زوايا رح تتشكل اللي هي فترة ما بعد بث الحلقة فذكرناها يوم أمس بدنا نعيدها اليوم بأنه تأثيراتها لغاية ساعات الصباح الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي طبعا تأثيراتها حكينا ذروتها الساعة 15 دقيقة من مساء اليوم الاثنين يعني من موعد بث الحلقة تأثيراتها موجودة وبتستمر لغاية ساعات صباح يوم الثلاثاء وهذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو هاي مساء يوم الاثنين اللي هي الليلة اللي هي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين بلوتو هاي زاوية طبعا ذروتها ساعة 8.55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة تأثيراتها برضو لغاية ساعات الصباح بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار اللي رح يبدأ الساعة 8.55 دقيقة مساء من مساء الليلة اللي هي الاثنين ورح يستمر حتى صباح اليوم الثلاثاء اللي هو ساعة 44 دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر ويستقر في برج الأسد هذا بيعني أن هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل الخلو المسار طبعا الليلة في عنا برضو زاوية اللي هي زاوية التثلية الإيجابية البطيقة بين الشمس وبين المريخ برضو دروتها الليلة الاثنين على الثلاثاء هاي الزاوية اللي رح تكون دروتها الساعة 10.05 دقائق مساء بتوقيت جرينج طبعا هاي الزاوية رح تستمر تأثيراتها لغاية يوم 22.10 هاي الزاوية بتعزز قدرتنا أو قدراتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة الساعة 44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر بنتقل وباستقر في برج الأسد عشان هيك من ساعات الصباح بصير الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا أما بالنسبة للزوايا البطيئة فاليوم في عنا زاوية جديدة رح تظهر على الساحة وهي زاوية التربيع السلبية ما بين الزهرة وبين بلوتو واللي تأثيراتها سريعة يعني تأثيراتها بتبدأ من اليوم 18 عشرة وبتستمر لغاية 21 عشرة يعني ثلاث أيام ذروتها يوم 20 عشرة رح تكون في تمام الساعة 6 ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينتش هاي الزاوية بتدفعنا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبي وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وهذا الشيء بسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية عشان هي اللي عندهم علاقات عاطفية أو أحبة بالفترة هاي يبعدوا عن العصبي قدر الإمكان وأي مشاحنات مع الأحبة لأن علاقاتهم ممكن تنتقي بسرعة خاطفة جدا أما دوليا فهاي بالدل على تحولات وتغيرات غير متوقعة على الساحة الفنية فبعض المطربين والموسيقيين اللي كانوا في القمة بينحضروا للحضيد بسبب رتابة عطائهم أو عدم قدرتهم على تغيير أساليبهم وتجديد عطائهم أو بسبب تعرضهم لمؤامرات بتدنس سمعتهم وبتشوهها في هاي الفترة لا يستحسن طرح إنتاجات فنية جديدة للأسواق بأي مجال ولا إقامة حفلات في هاي الفترة لأن النتائج غالبا بتكون مخالفة لكل التوقعات أو ممكن تتعرض لبعض المشاكل أو عقبات في الإنتاج والتوزيع يستحسن في هاي الفترة تجنب إقامة السهرات الفنية لكثرة الحوادث والعنف والعدوان أو المشاكل فيها وربما احتمال وقوح حرائق أو حوادث غير متوقعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين المريخ طبعا هاي زاوية برضو تأثيراتها لغاية يوم عشرين عشرة بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي حكينا تأثيراتها لغاية يوم ثلاثة وعشرين عشرة طبعا هاي زاوية بثور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبحاول فرض سيطرتهم على الآخرين هذا التحول أو هاي زاوية بتأدي لتحول جذري على المستوى المهني أو العائلي وبتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بتعبئة بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين أو التعارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وطبعا هاي زاوية تأثيراتها لغاية يوم 22 عشرة بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا بدهم يحضروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنه في هاي الفترة ممكن يتناولوا أدوية بطريقة خاطئة بالدل على إضرابات والسياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو مشاكل إلها علاقة بالنفط والبترول أو حرائق واضطرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وهي طبعا رح تبدأ تأثيراتها من يوم تسعة عشر ورح تستمر لغاية خمس احداش يوجد نظرة إيجابية وتفاولية للحياة بصورة عامة بسبب هاي الزاوية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية السلبية منفصلة بين زحل وبين أورانوس وهي طبعا تأثيراتها رح تستمر لغاية ستعاش احداش نصبح من دافعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل برضو على اضطرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق القناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بين القمر وما بين المشتري وهي زاوية وحيدة اليوم هاي الزاوية رح تكون زاوية تثليث إيجابية بين القمر والمشتري ورح تكون الساعة 6 و44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات منتصف الليل ولغاية ساعات مساء يوم الثلاثاء فبنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي جراء عمل إنساني أو عمل إنساني فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم فمن الآن اللي هو موعد بث الحلقة ولغاية صباح يوم الثلاثاء عنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء الصفاق هذه الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية طبعا اليوم لا يصلح لجراء عمليات التكميم للمعدة أو أي شيء له علاقة بالرحم والمهبل طبعا هذا لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وطيلة يوم الثلاثاء بصير عنا القلب وشريان الأورطي والدورة الدموية ضغط الدم وعدل ضربات القلب العمود الفقري والظاهر والجانبان هدولا بصيروا لأكثر حساسية من ساعات الصباح لغاية الأيام القادمة فعشان هيك لازم نوفر لهم العناية الإضافية قدر الإمكان ونبعد عن المشاكل الجراحية للأعضاء اللي ذكرناها أما باقي أعضاء الجسم فمن ساعات الصباح ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية ويعتبر هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة من ساعات الصباح طبعا يصلح لازلت الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الأسد معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس عشرين عشرة رح يبدأ خلو المسار الساعة عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وخمسة وعشرين دقيقة مساءا بتوقيت جرينتش ليستقر القمر بعدها في برج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر من حسار المربع الآن باتجه بأصغر لأنه من مساء يوم الثلاثاء بنجد أنه القمر يعني الليلة مساء الاثنين لو نظرنا للقمر بنجده نصف بدر أما في ساعات مساء يوم الثلاثاء بصير يعني تقريبا الساعة اتناعش بالليل لو نظرنا للقمر بنجد أنه نحسر عن نصف البدر واتجه باتجاه الهلال يعني بنحسر القمر فاليوم عمره ثلاثة وعشرين يوم في تمام الساعة ثمانية وثلاثة وخمسين دقيقة مساء متوقيت جرينتش بصير أربعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير أربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة هي الآن سعيدة بنسبة خمسة وثمانين في المية في ساعات الصباح ترتفع سعادتها لأمية في المية القمر في السرطان وبدو ينتقل الأسد في ساعات الصباح طبعا رح يظل في برج الأسد لغاية يوم عشرين عشرة هو الآن سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات العصر تقريبا بترتفع نسبة السعادة إلى ستين في المية في ساعات المساء بترجع بنزل ساعاته لأعشرة في المية عطارد في الميزان حتى يوم تسعة وعشرين عشرة هو الآن منتحس بنسبة عشرة في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمسة عش في المية في ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة إلى خمسة واربعين في المية وبيكمل على 45% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 عشر سعيد بنسبة 70% المريق في الجوزاء حتى يوم 30 عشر منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل بيتراجح حتى يوم 28 عشر منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو بيتراجح حتى يوم 23 عشر منتحس بنسبة 40% وارونس في استور بيتراجح حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي ما بيتراجح في حركة أمامية حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح تنهمكوا بيمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم إشي لأنه في قلو مسار عنا وانتقال للقمر حاولوا أنه ماذا تفرضوا وجهة نظركم على أفراد العائلة أو تحتدوا وتناقشوا بحدية حاولوا تبعدوا عن أي تعديلات مادية إلها علاقة بالبيت والمسكن كشراء أثاث أو أجهزة أو تصليحات أو ترميمات إلا إذا كنتم بلشين فيها قبل خلو المسار حاولوا أنكوا تخصصوا فترة جيدة للعائلة خلال هذا اليوم ابعدوا عن الضغط والمسؤولية أو المشاحنات في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما لأنه القمر رح يصير في البيت الخامس فخلال هذا اليوم بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومنسيات الأجواء بتتغير لصالحك بشكل قوي جدا بالحظوظ والعواطف برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح صباح يوم الثلاثاء بظل في عندكم نشاط بالسفريات والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات وتحذروا لأنه ممكن تتعرضوا لا إصابات أثناء حركتكم أو أثناء قيادتكم للسيارة أو بعض الأعطال اللي بتتعلق بالأجهزة الإلكترونية أو السيارات وهذا يوم مناسب يعني لا النقاش والحوار ولكن بدون عصبية بتضل الأجواء اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ بدكوا تنتبهوا لكلامكم لأنه ممكن عصبيتكم تخرب عليكم أما في ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبيترى عطل أو اهتمام لحدث عائلي خلال هذا اليوم فعشان هيك بتبلش من صباح يوم الثلاثاء وطيلة يوم الثلاثاء التركيز على الأمور البيتية والعائلية من تصليحات وترميمات أو مشتريات أو مناسبات عائلية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا من الآن ولغاية صباح يوم الثلاثاء الأجواء بتظلها مركزة على الأمور المالية تحمل بعض المكاسب الطفيفة للأمور المالية اللي بتيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا عهدية أو يستردوا أموال بتعود لهم ولكن بظل الاهتمام على الأمور اللي إلها علاقة إما بفواتير أو دفعات أو ترتيب وضع مالي فعشان هيك بتخففوا من النفقات قدر المستطاع لأنه فترة خلوه مسار لا تصلح للمغامرات المالية ممكن تفقدوا بعض الأموال أو ناس تستغلكم ماليا بهاي الفترة بتكونوا حذرين على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من المحتالين أما في ساعات الصباح بتنشطوا في السفريات والاتصالات والحوارات والنقاشات بصير الحظ حليف لإلكم وداعم بشكل قوي بتنجحوا بالامتحانات وبالنقاشات حتى بالمقابلات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات أثناء القيادة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا طاقة عالية جدا ما زالت موجودة ولكن في فترة خلوه المسار شوي ممكن يصير عندك تقلب بالمزاج كعصبية وحدية وردات فعل سلبية أو تشعر بنوع من أنواع الإحباط أو الاكتئاب بتسلل لك هذا شيء مؤقت لأنه خلوه مسار وانتقال للقمر وهو كوكبك فبيأثر عليك بشكل سلبي حاول أنك ما تعصب وحاول أنك ما تدخل بأي جدال أو خلاف أو حدية بالطبع هدولة اللي بدك تثبط عصابك فيهم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنهمكو في أمور العلاقة بضبط الميزانية ممكن اليوم تحصلوا على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم ممكن شوي هيك تهتموا بعض المشتريات ولكن بسبب الزوايا ممكن المشتريات هي تكون مش ضرورية فأنت نوع منه الهروب للواقع بتلجأ لعملية صرف لفلوس انتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو المصاريف اللي ما إلها أي داعي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا التعب ما زال مسيطر عليكم من الآن لغاية ساعات الصباح حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وأخلدوا للراحة اعملوا بشكل روتيني دون ما تبادروا لعمل جديد واضبطوا عصابكم قدر الإمكان وانتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات ما في شيء بخوف ولكن ممكن شوي تشعر ببعض الإرباء كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتجد أن طاقتك رجعت تتحسن أحسن لأن القمر بيقترب لبرجك فعشان هيك مع اقتراب ساعات الصباح بتمتلقوا نشاط وحيوية بتقلب بعض الخيارات بشكل سريع جدا لتصير تناسب توجهاتك ووضعك الحالي اليوم تتمتع انت بقدرة عالية على قلب للمعطيات وأيضا على اتخاذ القرارات شخصيتك بتصير أجمل طاقتك حلوة بتصير ملفت للانتباه للجنس الآخر الحضوض بتدعمك بشكل قوي على المستوى العاطفي على المستوى الشخصي والنفسي برضو اليوم ممكن تبادر لبعض التغييرات حتى بمظهرك العام برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بدأ الضغط الآن يزيد عليكم ليش؟ لأن القمر بيقترب لبيت متاعبكم اللي هو للأسد فعشان هيك بيظل في مجال للنشاط والاتصالات ما بينكم بين الأصدقاء من الآن ولغاية ساعات الصباح ولكن بدكوا تتجنب انتقاد أصدقائكم أو فرض سلطتكم عليهم أو تعصب عليهم أو تحاول انك تتحكم فيهم حاول انك تضبط عصابك قدر الإمكان ممكن يصير في جمعة أو لقاء ودي أو حتى زيارات اجتماعية في ساعات الصباح طبعا القمر رح يصير في بيت المتاعب فخلال الأيام القادمة رح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لطاقتكم حاولوا انكم ما توقعوا على عقد ما تحسنوا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحض فعشان هيك بتكون تضبط عصابكم تعرفوا ترتب أموركم وأولوياتكم بدون اتخاذ قرارات حاسمة يعني خلوا الفترة القادمة هي فقط لإنجاز الأعمال الروتينية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين من الآن ولغاية ساعات الصباح طبعا بوسعك وإثبات جذارتكم متدفع بمصالحكم وتعتبر فترة جيدة لتعزيز العلاقات مع المسؤولين ولكن دون اتخاذ قرارات حاسمة دون التغيب عن العمل دون مخالفة القوانين أو المجازفة بهاي الفترة لأنها فترة خلوم مسار وما تتخذوا قرارات حاسمة في ساعات الصباح القمر رح ينتقل لبيت حليف العلاق اللي هو للأسد فبتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أو لقاء اجتماعي أو مناسبات أو زيارات ودية بتكثر عندكم الاتصالات بشكل كبير تجد نوع من أنواع التحالف ولكن حاول أنك ما تعاتب الأصدقاء وما تدخل بمواجهات معاهم أو تفرض رأيك عليهم لأن هذا الشيء رح يسبب مشاكل أنت بيغنع عنها بالفترة الحالية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بيظل القمر موجود في البيت التاسع فبظل عندكم نشاط في أمور الاتصالات والحوارات والسفريات وحتى الأبعيدة أو الرغبة بالسفر أو أوراق ومعاملات إلها علاقة بالسفر أهم مش إنكم تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة واللي عنده سفر بده يتفقد أم تعته بشكل جيد من الآن لغاية ساعات الصباح وأوراقه ويروح قبل موعد السفر أو يعني بده يحسب حساب أنه ممكن يصير في بعض التعطيل من ساعات الصباح طبعا الشوي الأجواء بتتغير لأنه القمر بصير موجود في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة فهنا بلزمك في هذا الأيام القادمة أنكم تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بيصير فترة جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي بيدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين أهمش أنكم تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء وحاولوا أنكم ما تجازفوا وما تغامروا وما تخوضوا أمور يعني تشوه سمعتكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بيظل التركيز كله على الأمور المالية المشتركة فبيظل يعني ترتبوا وضع مالي له علاقة بمال الشريك ما البنك ضريبة تامين فوتير ميراث تناقشوا بأموال لإلكم أو مستردات أشياء من هذا القبيل حاولوا أنكم تسارعوا لتصحيح الأقطاء حاولوا استعادة ثقة الآخرين أهمش أنك ما تسمح للخلافات بأنها تكبر ما بينك وبين الأحبة أو بينك وبين أفراد العائلة حاول أنك تناقش وتفاوض بمرونة وما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع يعني حاول القدر الإمكان برضو تبعد عن أي مغامرات مالية أما في ساعات الصباح في الأجواء بتصير ممتازة ومناسبة جدا فبتنشطوا بالاتصالات البعيدة والسافريات البعيدة أيضا أو ترتيب أوراق أو معاملات إلها علاقة بالسفر أو الأوراق القانونية أهم شيء أنك تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن الأجواء جيدة على المستوى العاطفي وتنقلاتكم مقابلاتكم وامتحاناتكم برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بيظل الاهتمام كله على موضوع الشراكي من الآن ولغاية ساعة الصباح لأن القمر ما زال موجود مقابلكم فهذا يعزز من أمور اللي إلها علاقة بالشراكي ولكن ممكن يخلق بعض المشاحنات أو المشدات أو سوء التفاهم بينكم وبين شركاكم إن كان بالمال أو العاطفي أو فرض السلطة بين الأزواج عشان هيك تضبطوا أعصابكم تبعدوا عن المشاكل لأنها فترة متوترة وشوي ممكن تزيد فيها المشاكل وتخرج عن السيطرة فعشان هيك لازم تتحاملوا وتمشوا هاي الفترة لغاية ساعات الصباح لحد يتما تهدى الأمور شوي فلكيا ويصير القمر بمكان يخفف عليك ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة ورح تهتموا بأمور إلها علاقة بالأقصاط بالبنوك بالضريبة بالتأمين بالميراث أو بسداد بعض الأموال حاولوا أنكم تنجزوا واجباتكم بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا يعني التحذيرات أغلبها رح تكون لموليد برج الدلو وخصوصا من الزاوية اللي رح تتشكل اليوم الآن القمر مازال موجود في بيت العمل والصحة ولكن بيقترب لمقابلتكم حاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من الآن ولغاية ساعات الصباح من أعمال دون إهمال صحتكم حاولوا أنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زملائكم بالعمل بتكثر اللقاءات والاجتماعات ممكن شوي تنضغط بسبب حدث العلاقة بالعمل أو بالصحة فعشان هيك بتكونوا تضبطوا عصابكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بصير مقابلكم تماما يعني في بيت الشراكة حاولوا أنه قدر الإمكان أنه هاي الفترة تبعدوا عن المشاكل الزوجية حتى ولو كانت بسيطة جدا يعني خلي في نوع من أنواع تعزيز الشراكة المالية والعاطفية تقربوا تفاهموا دون مشاكل كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاول أنت برضو ما تضخم الأمور وما تكبرها لأن القمر لما بيكون مقابلك يعني طاقتك ضعيفة يعني في مشاكل وفي نفس اللحظة أنت الحلقة الأضعف والزاوية اللي بتتشكل اللي إلها علاقة بالأزواج والمشاكل العاطفية والإنفصال في العلاقات الضعفة أنت اللي راح تكون يعني هدف فيها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم تعزيز العلاقة معهم ما زالت الأجواء جيدة عاطفيا ونفسيا حاولوا تفاهم وجهة نظرهم حاولوا ما تبالغوا في متطلباتكم منهم يعني شوي بس يبدأ خلو المسار بتبلش تشعر بنوع من أنواع الضغط وخصوصا من منتصف الليل لغاية ساعات الصباح بتشعر بنوع من أنواع محاولة فرض السلطة على الأحبة أو الحساسية للزيادة اللي ممكن تسبب مشاكل بينك وبين الحبيب بدك تضبط عصابك تبعد عن المشاكل لأنه أي خلافات راح تضخم وتكبر بشكل مرعب حاولوا ما تكبروا المشاكل بينك وبين الأحبة في هذا الوقت من ساعات الصباح القمر راح ينتقل ويصير في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة يعني طيلة يوم الثلاثاء تركيزك كله راح يكون على أمور صحية مراجعات طبية إشي له علاقة بالأدوية وأيضا أمور إلها علاقة بالعمل وعلاقتك مع زملائك رؤسائك بالعمل لازم تضبط عصابك قدر الإمكان أثناء تعاملك مع الزملاء وحاول تنجز أعمالك وما تخليها تتراكم لأنه إذا تراكمت ما راح تقدر تنجزها بالكامل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء